السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم ندينا درس الاعداد الاصغر من مليون الدرس الثاني على صفحة 43 من كتاب الرياضيات لسنة الرابعة ابتدائي اذا اكتشف يدرس اي من عدد سكان بعض ولايات الجزائر نظم في جدول مناسب المعطيات الوردة على الخريطة ثم اجب اذا نصنع جدول في الولاية وعدد سكانها اذا قال سؤال الاول ما هي الولاية التي لها اكبر عدد من السكان اذا شوفوا بعض الولاية عندها 990 الف اذا العدد تحى مكون من 6 ارقام اذا عندنا 990 الف وولاية تلمسان 949 الف ايهما اكبر 990 اذا الولاية التي لها اكبر عدد من السكان وهي ولاية المسيلة ثم قال ما هي الولاية التي لها اصغر عدد من السكان اذا اصغر عدد هنا عندهم قال عدد عندهم 6 ارقام اما ولاية تين دوف فنجد بها 5 ارقام فقط اذا وهي اصغر عدد من السكان اذا الولاية التي لها اصغر عدد من السكان وهي ولاية تين دوف لان بها خمسة مرات ثم قال رتب هذه الولايات حسب عدد سكانها اذا نحاول ترتيبها حسب عدد سكان اذا التي لها 900 الف عندنا ولاية المسيلة ثم ولاية تلمسان بـ 949 ألفا ثم ولاية ماذا ولاية تيارت بـ 846 ألفا ثم ولاية مستغانا بـ 737 ألفا ثم ولاية بسكرة بـ 721 ألفا ثم ولاية عنابة بـ 609 ألف ثم تليها ولاية ورقلة بـ 550 ألفا ثم ولاية غرديا بـ 363 ألفا ثم ولاية بشار بـ 270 ألفا ثم ولاية تمرصة بـ 176 ألفا ثم ولاية تين دوف اذا نرتب الولايات حسب عدد سكانها ثم قال أنجز قارن في كل حالة بين العددين باستعمال أحد الرمزين أكبر وأصغر إذن عندما نحاول أن نقارن ما بين عددين نقوم بحسابة الأرقام إذن هنا 1-2-3-4-5-6 وهنا أيضا 1-2-3-4-5-6 إذا كان عدد الأرقام متساوي نقارن المرتبة الأكبر إذن هنا عنا ثمانية وهنا ثمانية هنا تسعة هنا تسعة أيضا هنا إثنان وهنا إثنان إذن نقارن مرتبة المئات إذن هنا خمسة خمسة نفس الشيء نقارن مرتبة العشرات هنا ثلاثة وهنا أربعة إذن هذه هي الأكبر ثم في العددين المواليين وهو 523 ألفا ومئة وثمانية وعشرون و523 ألفا وثمانمئة وواحد وعشرون إذن عندهم 6 أرقام 6 أرقام إذن نقارن 5-5-2-2 3-3-1-8 إذن مرتبة المئات هي الأكبر إذن ثمانية هي الأكبر ثم 645 ألفا ومئتان وستون وهنا ثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون هنا يوجد خمسة أرقام وهنا ستة أرقام إذن مباشرة ستة أرقام هي الأكبر ثم قال أكمل على كراسك بعدد مناسب إذن عندنا أربعمائة ألف ومئة وستة وثلاثون أصغر من الرقم الجهول والرقم الأكبر أربعمائة وواحد ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون إذن نكتب أي رقم يكون محصور ما بين العددين إذن مئتان هذا نضيف له واحد إذن تصبح أربعمائة ألف ومئة وسبعة وثلاثون ثم في العدد الموالي ثلاثة وثمانون ألف ومئتان وأربعة وستون محصور رقم في الوسط والرقم الأكبر هو ثلاثة وثمانون ألفا ومئتان وواحد وسبعون إذن هنا نضع مثال ثلاثة وثمانون ألفا ومئتان وسبعون لأنه أصغر من مئتان وواحد وسبعون ثم قال أنقل ثم أحصر كل عدد بين المئة السابقة مباشرة والمئة الموالية مباشرة أو بمعنى آخر أحصر الأعدد الموالية بين مئتين متتاليتين إذن هنا حددنا مرتبة المئات إذن هنا لدينا وحدات عشرات ومئات إذن هذه هي المئات المئات نكتبها هذه ننقلها هنا الأعداد الأكبر نكتبها أيضا والأصغر نكتبها أصفار إذن تصبح مئة وإحدى عشر ألف ومئة عندما نضيف لها مئة تصبح إحدى عشر مئة وإحدى عشر ألفا ومئتان أيضا هنا سبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون مرتبة المئات وهي ثلاثة إذن ثلاثة فما فوق نكتبها ثم نكتب بالباقي أصفار إذن تصبح سبعون ألف وثلاثمائة عندما نضيف مئة تصبح سبعون ألف وأربعمائة في العدد الموالي مرتبة المئات هو إثنان إذن إثنان فما فوق نكتبها في الفراغ إذن تصبح ستمائة وثمانية وهنا إثنان والباقي نكتبه أصفار ثم نضيف مئة كاملة إذن تصبح ستمائة وثمانية ألاف وثلاثمائة ثم تعلمت لمقارنة عددين نميج حالتين أول شيء العددان ليس لهما نفس عدد الأرقام إذن هنا العدد الأكبر هو الذي له أكبر عدد من الأرقام ثم العددان لهما نفس عدد الأرقام إذن نقارن العددين بثءا من اليسار رقما برقم مفهوم؟ إذن إلى هناك وخلص معنا الفيديو وتعالينا اليوم أتركه في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته